السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا سكر هنا الناس طبعا زعلانة عليه وزعلانة اكتر اللي انا مسكته بطريقة ممكن مسكته فترة طويلة وده ممكن اكون انا تمديت في الموضوع بس انا لمزع عني اكتر ان في ناس وناس اديمة معي في القناة قالوا انت بتعمل كده عشان مشاهدته لا توقعته منكم بصراحة لسبب يعني مش دال لها عمل علي فيديو ولهيكات عشان يجي مشاهدته وكده ممكن انا كنا بلغت شوية فرد فعلي وده منزع علي لانه احنا مش لازم على طول اول حاجة نعملها نوديه دكتور مش كل حاجة دكتور اي جماعة احنا الفكرة اللي احنا بنشوف هو اعراضه ايه دلوقتي هو بقله يومين ما بيعملش حمام مثلا ده اليوم التاني طبعا منقطع عن الاكل وقعد زي ما شايفين بيتحرك بالعافية هل نوديه دكتور على طول؟ لا طبعا هل رجله مكسورة؟ لا هو بيقف على رجله فما ينفعش اللي احنا نودي الدكتور وخلاص هيديله مضاد وخلاص لا احنا خلينا حرسين واحدة واحدة اول حاجة هنعملها نلاحظ الاعراض اللي علي هو دلوقتي بقله مثلا ده اليوم التاني بعمش حمامي وممكن يكون احتمال في امساك تمام؟ فهنضي لحن زي زتون ونشوف الوضع معه ايه ونرجع لك تاني انه ممكن يقوم فممكن تمسكه ممكن تمسكه من الرقبة كده ايوه ترفع بس بس يلا 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 بس يشرب بس ينصلحتك يلا يلا ايوه كده بس الزيت الزتون فايدته هو مسهل شوية للامعاء فممكن ممكن يحاول ان شاء الله ينزل حمام او يعمل حمام طيب فرضنا لو هو ما عملش حمام بعد مرة واثنين من زيت زتون ننقل حاجه اسمه دوفالاك دوفالاك ده شراب لاكتلوز او زيت اسمه البرافين او بارفين دي حاجات ده اللاكتوس دي حاجه ممكن برده تسهل موضوع طيب فرضا لو ده ما حصلش وده ان شاء الله ده ناديرا بيحصل لان ساعتها بيكون الامساك شديد في الحالة دي حاجه اسمه حونة شراجية الحونة شراجية عندك حليني يما بتديها في البيت يما تروى عند الدكتور الحونة الشراجية ممكن تكون عن طريق زيت الزتون برده بس تيجى عن طريق ايه فتحة الشراج لو مش هتقدر تعمل الكلام ده بتروح للدكتور هو بيعمل الحونة شراجية بينزل معاه عطول كل حاجه انا مش زعلان ولا انتم اكيد زعلانين طبعا يعني ممكن اكون انا بلغت شوية في موضوع المسكة كثير ولكن هذا ليس معناه لانا عشان اعمل فيديو ولا اعمل لايقات وكده بالعكس دي حاجة تخلي الناس تضايق وانا ممكن مكونش حسيت بالوضع او انا وانا ما شعرتش بي يعني بس برضه اقرر انا متوقعتاش من الناس المشتركة عندي من زمان جدا وانا عارفهم في اسماء كده انا زعلت جدا اللي هو بيقول لي انت بتعمل كده عشان مشاهدات واللايقات متوقعتش منك فلا انا لا متوقعتش منك في المهم يعني خلاص صافيا لابا احنا ما فيش زعل ما بيننا وان شاء الله يعني في نفس الفيديو ده اكيد انا مش نزيله غير لما يكون سكر خف فعلا او هعرف النتيجة بتاعة الحالة دي او ساعتها بقى لنا وديه للدكتور فاخليكم معنا او الحمدلله جمال الحمدلله بدأ يرجع يأكل تاني المسألة كلها كت مسألة امساك وبعد ما اخذ الحقنة عن حقنة الزيتون طبعا الحمدلله بدأ يرجع تاني يأكل بطبيعته او 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 انا عارف طبعا ان انا بليغت في موضوع انه امسكه من رجله بس انا فعلا زرحت مع نفس كده انا كنت زعلان جدا جدا الناس الذين قلت لكي لايكاته لا يعرفون الناس الذين لا يعمل لكي لايكاته الحمد لله بدأ يرجع على عفيته ثاني الحمد لله بمجرد أكل يعمل الحمام هذا اليوم الذي بعد تعب الحمد لله بمجرد أكل يعمل الحمام فالفكرة كلها كانت محتاجة بس نصف سنتي أو سنتي بكثير وهذا كان الحل المشكلة بدأ يرجعت في الرمل بتاعته ثاني ويتعامل طبيعي جدا الحمد لله الموضوع عد على خير السلام عليك يا سكر هذا الفيديو الأولاني قلت انت كنت بتعمل الفيديو على المشاهدات واللايكات خلينا نفوتها مش مشكلة يعني لا تجيش من الناس المشتركة بالها كثير يعني ممكن الناس الليسة مش عارفيني الحمد لله بشكل كبير بدأ يرجع لتحسنه ثاني يحسن القطة沒有 منع شكل كبير زليد منع شكل كبير لان شاء الله وشكل كبير يلا العمي يلا اعود على البطانية ودفي نفسك يلا فعايزين نقول فكرة اللي هو ما كانش قادر يمشي لانه ممكن تكون عنده قلم من عند المنطقة الاخراج عشان الامساك انا كنت خيب بس لتكون حاجة في رجلو وطلع الحمد لله مدام هو مدام هو مش بيعرج عليها او مثلا مش قادر يمشي عليها استحال يكون كسر يا جماعة استحال يكون كسر الكسر لا يمكن ان يمشي عليها صح يا بشا صح يا عسل خلاص يا جماعة القلم اللي كان عنده راح الحمد لله بذلك يرجع ينضف نفسه تاني خلاص هنا مفيش لما يرمس الها التالي خلاص راح الحمد لله هذا دليل اللي هو كان الموضوع مجرد يمساكه بس بيمشي عادي جدا الحمد لله رجع زال الاول تاني وراح لرميه تمام حتى نلقاكم في فيديو قادم وكواس انت طمنت على سكر انا كمان الحمد لله طمنت عليه وراحين نحتي التليفون زيكم يا ولاد زيكم يا ولاد الناس طلعوا بيتحبوكم وطلعوا بيحبوا سكر اوي ورميه كمان يلا بنوضف نفسه فيش تعوى لحاجة اه امسكك تاني يلا شافكم على خير الحلقة الجاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة